قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى الصين لتجنب ما وصفه بالحسابات الخاطئة مع بكين أضافها بلينكين أنه سيتحدث بصراحة بشأن مخاوف حقيقية للغاية تتعلق بمجموعة من القضايا وذلك خلال زيارته التي قال إنها تهدف إلى إقامة اتصالات مفتوحة وقوية مع الصين حول ذلك من واشنغتون ينضم إلينا مراسلون إياد الجغبير إياد دعنا في صورة القراءات الداخلية لتوقيت وأجندات هذه الزيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى بكين نعم هذه الزيارة لوزير الخارجية الأمريكي زيارة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة لأن الإدارة الأمريكية تريد إبقاء الخطوط مفتوحة مع الصين رغم العديد من المواجهات السياسية والاقتصادية وكذلك تريد عدم الانزلاق أكثر والاحتكاك أكثر مع الحكومة الصينية لضمان سير الأمور على أقل تقدير على ما هي عليه الآن لأن العديد والكثير من المراقبين إضافة إلى أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية قال بأننا لا نتوقع أن تكون هناك العديد من النتائج بعد هذه الزيارة ومن غير المؤكد ما إذا سوف يلتقي كذلك وزير الخارجية الأمريكي الرئيس الصيني لكن هذه الزيارة تأتي بعد خمسة سنين من القطيعة بين كل من الولايات المتحدة في الزيارات الهامة لوزير الخارجية الأمريكي آخر زيارة كانت لوزير الخارجية الأمريكي كانت عام 2018 العديد من الملفات الهامة التي ينتظر الوزير الخارجية الأمريكي أن يناقشها مع الحكومة الصينية ونظيره الصيني أهمها أولا ملف دعم الصين إلى روسيا في الحرب الواقعة بين روسيا وأوكرانيا إضافة إلى ذلك الملف الاقتصادي والهيمنة الاقتصادية فيما يخص الموضوع الصيني إضافة إلى ذلك العديد من الملفات السياسية الهامة التي تخص كل من الدولتين خاصة في قارة آسيا كذلك ترويذ الإدارة الأمريكية من هذه الزيارة المؤجلة كانت هذه الزيارة من المفترض أن تتم في شهر شباط الماضي لكن بعد قصة المنطاد الصيني التي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإنزاله وتفجيره في الهواء كان هناك توتر بين العلاقات لكن هذه الزيارة اليوم بالنسبة للولايات المتحدة كذلك تأتي متناقضة مع كثير من التصريحات التي قالها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعد اجتماع مجموعة العشرين قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن هناك توتر مع العلاقات بالصين لكن خلال الشهر الماضي بعد اجتماع مجموعة الدول السبع قال أن هناك انفراج في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لكن كافة المؤشرات تدل على أن كافة المصاعب وكافة الحواجز ما زالت على ما هي عليها سنتابع بالتأكيد تداعيات هذه الزيارة من واشنغتون مراسلون عياد الجغبي شكرا جزيلا لك عياد